مخصف لكل دولنا العربية كاليني عمراء أروح من سوريا إلى تركيا وتركيا كان لها خصوصية كان فيه بيني بين تركيا سجلات ومنوشات وخلافات وتباينات وتراشق وانت حداك عارف هذا الكلام لكن ربما زي ما قلت قبل ما أتخش الحلقة قبل أتخش عندي أنه فيه دبلوماسية اسمه الدبلوماسية الإنسانية ده صحيح التي دفعتنا وفتحت الطريق لما غيرها من دبلوماسيات والحقيقة أن هذه الدبلوماسية ربما كان لها أثر كبير ليس فقط لدى السوريين ولكن لدى الجانب التركي ولدى الدولة التركية والشعب التركي الحقيقة أن ما قامت به مصر من خطوات سريعة عقب الزلزال زلزال السادس من فبراير كان له بالغ الأثر في نفوس السوريين والأتراك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بشار الأسد أولا ومع الرئيس رجب طيب أردغان ثانيا حظية أو حظية بالكثير من التقدير من كلا القيادتين السورية والتركية وحتى الآن يتحدثون عن هذا الاتصال وهو ما يعني عبر عنه اليوم بامتنان كبير ربما ليست مرة الأولى ولكن مرة ثانية وثالثة الوزير التركي مولود جوش أغلو وصلنا إلى أدنى طرنا من دمشق إلى أدنى يعني حوالي خمسين دقيقة بالطائرة وصلنا إلى مطار أدنى الدولي وكان في استقبال الوزير سامح شكري نظيره التركي عقد جولة مباحثات يعني أو جلسة مباحثات قصيرة قبل أن نتوجه بالمروحيات الطائرات الهليوكوبتر إلى ميناء مرسين حيث السفينة أو إحدى السفن المصرية المحملة بأطمان من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن ممثلة في الهلال الأحمر المصري والكثير من الجمعيات ترجمة نانسي قنقر